اشتركوا في القناة هلا والله بودكاست مان ثمان اللي بنغطي كل عالم الانبي اي بالعربي هالأسبوع لنا حلقة كتير مسلة لكم رح نحكي عن الليكز رح نحكي عن لوكا رح نحكي عن الجوكر رح نحكي عن كل أهم القصص في الانبي اي بس رح نبدأ يا دويس نحكي عن صاحبنا صلى زمان مش مطلطل علينا اللي هو فيروس كورونا لا شرف شرف الفيروس هزنخ وجوه مش عم بيحل عننا من مش معقول قعدنا يدي صلنا ثلاثة سبيع من بداية الموسم مبسوطين ومرة واحدة شمط الفيروس مبارح بقوة اللي يعني هو كان هيك مطلطل شوي شوي يعني عم عم بطلع صوت من بعيد انه انا جاي انا جاي في عندك لعيبة من السلتيكس على سبيل المثال هلا عم بلعبوا بدون البيكز تبعونهم لانه تومسون و تايم لورد و سامي اوجيلي التلاتة طلعوا مايكل بورتر جونيور طلع بي اكمل لاعب حتى انه طلع فحصه ايجابي ما عم بلعبوا بس هون هناك بس شو صار قبل مبارح يا دويس فقعت الدنيا وهلا لليوم يعني احنا عم منسجل اليوم السبت ما بنعرف بالظبط شو راح يصير بالموقف هاد اللي هو موقف سيث كاري سيث قاعد عدكة الاحتياط عم بلعبوا جيم ال 76ers مع نيويورك نكسب نيويورك وبنص المباراة طلع فحصه او طلعت نتيجة فحصه ايجابية وراحوا يسحبوها اللي هو قاعد ما عم بلعب هديك المباراة عشان شغله مصاب كان برجله فقاعد لابس الكمامة تبعته جمب جوال امبيد وعم بيحكي معهم ومع الفريق وقبلها بيوم والليومين لعبين ضد الويزردز ولقب 36 دقيقة ضد الويزردز وبنص هاي المباراة ضد النكس طلعت نتيجة فحصه طبعا خف عقلهم جماعة ال 66ers راحوا مسكوه سحبوه وودوه على الأوتيل حطوه بالحجر وقالوله ممنوع تطلع كملوا المباراة وبعدين خف عقلهم انه استنى هذا الزلمي قبل مبارح لعب وهيوا قاعد مع كل حدا مسكوا الفريق كله كان مفروض الفيلدلفيا 76ers خلصوا المباراة ويروحوا عطوهم كلهم بالأوتيل قالولهم ممنوع تروحوا ولا محل وهلأ قاعدين بيفحصوا فيهم واحد واحد وعندهم مباراة الليلة ما منعرف اذا راح يلعبوها ولا لا لانه لسه بتهم يرجعوا يعملوا فحص لكل حدا كان حوالين ساث كاري فهاي اول مرة من بداية الموسم بتصير شغلة هيك انه اللاعب بطلع فحصه ايجابي بس كان عم بلعب كان عم ملعب بدون كمامة قبلها بيوم يومين وكان لفس الليل هي قاعد على دكة الاحتياط لابس كمامة طبعا بس مع كل باقي الفريق فكورونا شرف ونحن حكناها قبل ما يبدل الموسم قلنا يعني هذا موسم طالع نازل راح يكون بهذا الاشي راح يكون في كتير مبارايات مأجلة وهي ممكن نشوف تاني مباراة هي لانه واحدة اول اول بداية الموسم كان في مباراة بين هيوستن و OKC تأجرت هاي ممكن نشوف كمان مباراة ويعني يا خوفي هلا يروح ويفحصوا لعقيبة الويزردز ويطلع واحد فيهم فحصه ايجابي بعدين إذا لعقيبة الويزردز تلع فيه واحد فحصه ايجابي بدهم يفحصوا كل حدا اللي يعبوا ضده كمان الويزردز والآخره ف هي حتكون فوضى حتكون فوضى والنبيع عارف انه حتكون فوضى حيصير في هيك بحوصات ايجابية عشان هيك هم ما طلعوا غير جد والمبارايات لأول نص من الموسم عشان حاسبين حساب انه في كتير مبارايات راح تضطر تتأجل غريب انه بس صار فيه مباراة واحدة انلغت لحد الان بس عندها كتير لعيبة ما عم بلعبوا كمان دوران صلوا اسبوع ما عم بلعب مش عشان هو فحصوا ايجابي عشان كان حوالين الناس فحصهم ايجابي ومايكل بورتر جونيور كمان بقول لك صلوا اسبوع ما عم بلعب ولسه بحكوه كمان عشرة ايام ف هتصير فيه فوضى هتصير فيه فوضى مبارح بنص مباراة المنفس كريسليز عم بلعبوا بنص المباراة ساحبوا يونس من المباراة قالوا له اطلع التكاين حوالين واحد ماكمل المباراة لعب شوت وما لعب الشوت التاني ففي فوضى زي ما انت عم تحكي عم بتسير وشوف لعيبة الانبي اي او جي كل يوم بنفحسوا مرتين كل يوم اه بس شايف هون النقطة هاي اللي انا هلا بتوقع من ورا الشغل اللي صارت مع ساث كري يشدوا عليها شوي اللي هم كل يوم بنفحسوا بس اي انت بتطلع النتائج بتطلع متأخرة شوي اظن لازم يشدوا على هذا الاشي او يغيروا بتوقيت الفحوصات عشان ما يرجع يصير موقف زي موقف ساث كري قاعد على دكة الاحتياط عم بيحكي مع اللعيب التانيين وانت بتعرف هم ماشي بقعدوا مفروض يكونوا لابسين الكمامة بس دايما بيشلحوها بيحكوا كلمتين وبرجعوا بلبسوها يعني بتشوف المدربين بيعملوها كل ما بدوا يبهدل حكم بنزل هالكمامة ببهدله وبعدين برجع فيخوفي يصير اشي ان شاء الله لا وطبعا سلامات لساث وباقي الشباب اللي حكينا عنه عسيرة الاصابات يا دويس طبعا محزنة كمان وخبر محزن ماركل فولتس طالع سلم يا الله قبل اكمل يوم نزل على ركبته وبينت من اولها ما بعرسها شفت اللقطة ولا لا بس نزل وركبته انطعجت بطريقة مش مفروض ركبة اي انسان تنطعج طبعا صار عنده تمزق ومش رح نرجع نشوفه من هون لنهاية الموسم هلا ليش محزنة كتير هذا الخبر طبعا دايما لما يصير فيه اصابات هذا خبر محزن ما نتمنى الاصابات لحدا بس بالنسبة ماركل فالس خصوصا كتير اكتر انا حسيت فيها هاي الشغلة لانه بعد كل اللي صاير معه هاد الزلمة من بداية مسيرته كل القصص اللي صارت معه خلاص السنة الماضي وهاي السنة شوي شوي عم بتحسن مستواه وكان بادي موسم بطريقة كتير حلوة كتير حلوة صحيح من عم بلعب بطريقة ايجابية الفريق عم بيفوز يعني مبدع وهلا تشوف هيك اشي بيصير معه حرام يا زلمة وهذا مش شخص عنده قوة ذهنية كوية كتير او معروف انه عنده هاي قوة ذهنية لانه كل القصص اللي صارت معه نحنا حكينا فيها اكتر من مرة كتير لها علاقة بقوتوذ ذهنية فبدنا نشوف هلا كيف بتعامل مع هاد الموضوع نتناله الصحة والسلامة واخر خبر سريع يا دويس هذا مش كتير مهم بس موتني ضحك موتني ضحك القصة كلها رح حكي لك يا دقيقتين لما قرأتها كيفت كيفت سمعت بحرب الابهات على تويتر انا سمعت اهل الكنجز بس وين بدت القصة مارفن باقلي جونير يعني مارفن باقلي the second يعني مارفن باقلي رقم اثنين الثاني اللي هو ابو مارفن باقلي the third مارفن باقلي اللي بلعب على الكينغز معصب لانه ما عم بلعبه ابنه فرايح اتويتر ومطالب انه يعملوا صفقة انه يتاجروا بمارفن باقلي the third ماشي مين راح رد عليه اسمع ما عم بمزح معك رد عليه ارن فوكس اللي هو ابو دي ارن فوكس ما عم بمزح معك اسمه ارن فوكس وابنه اسمه دي ارن فوكس راح رد عليه على تويتر قال له trade him انه انا معكم موتت موتت ضعوك لما شفت جواب ارن فوكس لمارفن باقلي التانت بقوله trade him trade him انه اره تاجروا فيه شو بدنا فيه كيفت كيفت وعد نهنا هذا اسمع هذا احراج لدرجة غير طبيعية هذا الاحراج انه عاردن الاهالي بقعد بالمباريات وبصرخوا على الحكام وهيك بس هلا اعطي الاهالي تويتر بصيبة بصيبة اذا هاي اللعيبة بصيبة ضحية فلسفة على تويتر عشان كل الدنيا بتشوفهم يعني الاعلاميين بفضلوا كل حدا اللعيبة وعيلة اللعيبة عشان يشوفوا شو عم بيصير بالفاميلي ففضيحة فضيحة الله يعينه طيب انت انت شو رأيك بالموضوع بما ان انا كتير مبسور ان لما انا كنت لعب ما كان فيه سوشال ميديا عشان متأكد متأكد ان ابوي وامي كان فضحوني لما كنت لعب كان يجونا على المباراة دايما يفضحوني ويصرخوا على الحكام ويصرخوا على الفريق نطلدي انا بتذكر بصف تاسع بلكن كنت اظن صف تاسع كنت عم بلعب دخلت على العمان لتليق متذكر كان فيه دوري بعمان بلعبوا فيه بشاركونه فيه ودخلت متأخر على فريق قدم مش سلي وسجلوني اهلي قالولي يلا روح لعب كل اصحابي كانوا عم بلعب وفأنا بدي اروح لعب معهم عطوني على هذا الفريق اول يوم او اول مباراة عم بلعبها المدرب ما بيعرفني ما بيعرف انا شو بلعب ما عمره شافني بتدرب معهم داخل علي واحد صغير وهيك عطني عدكة الاحتياط عم بلعب الكل ما عم بلعبني ما عم بدخلني هلأ هو اجا حكاني من قبلها يلي اسمع تلعب اخر مباراة اليوم بس بس نتدرب هالاسبوع برجع ما داخلك وبتصير تلعب زي كل حدا تاني انا قلت له ماشي بس قاعد مبسوط مين قاعد بيحضر المباراة ابوي وابوي قاعد بيحضر المباراة من فوق ما بيعرف انه المدرب حكا ما يقول اشي مر الشوت الاول ما لعبت مر نص الشوت التاني ما لعبت فقعت ما ونزل من فوق بنزل على الملعب بعمل قصة صار يصيع صيع صيع بهدل بالمدرب كيف ما بدخل ابنه بالاخير اجوا اخذوا السحبويا سأنا ما بيقولوله هدي بالك مشان الله طلع هو بسبسب وبصيح بعمل قصة وما معه مدرب قال له طيب خلني ولعبني مرات الاهالية كنت اترجع كانت امي كانت تحتر لي كل مبارياتي اي مباراة حتى دوري المدارس لما نكون عملة عدود مدرسة كلها بس شباب ترى في مدارس كانت مش بختارتها بالارد نروح لعدود مدرسة كلها شباب فهي تروح تعمل حالها معلمة وبس انها قاعدة بلعب تحضر هيك فضحتيني ماما شو اللي جابك هون خلاص روحي من شاء الله كانت تقعد هيك بس على اقل كانت تقعد ما تفضحنيش ما تصرخش كتير ما بتعمل حركات سي ابوي لا لا حسب وين حسب وين اذا الاجواء كانت منيحة لا كانت تفضحني كمان اتبحت الحكم اذا ما حسب لي فاول مثلا او اتفول هيكب هذا لا تنزل تقتل الحكم كمان شوي ما انا بس بدي احكي كمان لكل المستمعين معلومة ازيدها لهاي القصة عشان يتخيلوها صح انا ابوي قصير مش طويل يعني قصير طوله متر واثنين وستين متر وثلاثة وستين بلكن بس صوته اعلى صوت بتسمعه بحياتك اسمه اللقب تبعه عندنا بالعيلة قرقعة لانه صوته كتير عالي وين ما يروح داخل طالع بس قاعد بيحكي وصوته عالي ولما يطلع يضحك او يصيح او اشي يعني الحارة كلها بتسمعه انت تخيل قاعد يصيح بنص الملعب كل الملعب اللي حوالينا كل المباريات كل حدا نفي يطلع علي ما قاعد هناك اخ اخ طيب بنرجع على السلة يا دويس نخش فاس بريك عالدوري حلو بس او جي عندي شغلة بدأجربها اظن هتعجبك بس هاي بحتاجك بحتاجك تنزل البيت او جي اي بيت البيت او جي بتعرف اي بيت او عرفته البيت بيت ايوه البيت بيت البيت بيت مغيره ماشي تفضل الجوكر قاعد بضحك علينا وبلعب على كل الانبي اي حاليا اقامه 26 نقطة 12 ريباون 11 اسست ومتصدر الانبي اي بالفانتسي بوينتز الجوكر برا الملعب يمكن شكله ماكلي كتير بس على الملعب شكله ام في بي على سيرة الام في بي لوكا بعد ما او جي بهدله وسمعه حكي الاسبوع الماضي لوكا فعل تنبيه الام في بي هذا الاسبوع معدله 36 نقطة 13 ريبا 12 اسست ستيف كوري سمع انتقاداتكم وقرر ياخدها بيرسنل مثل الام جي ميم وسكت الكل ب62 احتراماتنا للشيف معدله هاد الاسبوع كان 36 نقطة بنسبة 50% من الثلاثيات والوريورز في المركز الخامس الآن بالمطقة الغربية الكليبرز ما تعلموا كيف ما يخسروا لما يكونوا متقاتبين ب20 نقطة ضد الوريورز كانوا متقدمين 85 63 بعدها لاخر المباراة الوريورز سجلوا 52 نقطة مقابل 18 نقطة من الكليبرز على سيرة الهمالة السيكسرز بالمركز الاول باليست سبع انتصارات وخسارتين الثاني بالتقييم الدفاعي الاول في البلوكس الاول في الكلوتش بس ماينس بس تقتنا فيهم لسه اقل من ثقة بن سيمونز بتسديده بالويست الليكرز في المركز الاول ضاقين كروز كنترول وبصراحة عم بقلوا احترامهم كتير على الانبيا لبران قرر يلعب بيده الشمال و اي دي عم بلعب وهو مغمط هاي السنة ولسه عم بغلبوا بسهولة واقل خبر مفاجئ هاد الاسبوع كايري قرر ما يلعب اخر مبارايتين لما سألوه ليش قالهم ما ليخلق العب ايه شاديدويس انه فاست بريك على الفاست بريك مش عارف فاي فكرة اجتني هي فاست بريك هي نشرة اخبار نشرة اخبارية هيك سريعة بتعرف هيك لما يحطوا ملخص زي ملخص الاخبار هيك باول باول نشرة الاخبار اشي هيك يعني بس شو نسمي فقرة جديدة فقرة جديدة الملخص الملخص تنك بدنا اشي هيك باسكت اكتر يمكن او لدخل بالباسكت شو رأيك نسأل الجمهور اللي عم مستمعين او يا مشاهدين اذا عندكم فكرة شو نسمي هاي الفقرة احكونا حطونا اياها على السوشال ميديا at m2m underscore pod حلو خلي الاسم يطلع منه تمام طيب جميل اللي حكي يا دويس بدنا نخش شوي بالمواضيع اللي حكيت فيها انت طيب نتعمق فيها شوي بدي أبدأ بالقسم الشرقي اشياء غريبة عم بتصير زي ما انت حكيت السيكسرس فوق بس لسه ما في ثقة مع انه لعبهم حلو عم بلعبوا بطريقة حلوة الدفاع تباعهم خصوصا سفاح كتير الهجوم لسه فيه كركب شوي بس الدفاع ناري الناري ما بعرف زي صمدوا هي كله لا لانه زي ما انت حكيت ما في ثقة فخليهم عجنب كمان أسبوع أسبوعين نرجع لهم بس مين هلو نبدع صلو أكمل فترة أكمل مباراة السيلتيكس هلو فايزين أربعة وربعض ووصلوا المركز التالت بعد ما كانوا يعني بنص الترتيب الأسبوع الماضي الهوكس والنالتس بالعكس بعدهم والعين وهلو نزلوا نص الترتيب التنين عندهم سجل فيه انتصارات قد ما فيه خسارات والتلات اللي أنا مستغرب منهم اللي هم الهيت الرافترز والويزردز كل حدا متوقع هدول ثلاث فرق يكونوا فرق بلايوفس حاليا ولا واحد فيهم بدخل حتى اللي هي البلايين تورنمت لأنهم بالمراكز 11 13 15 هلأ بالنسبة للميامي هيت مش من مرة بصراحة مش خايف عليهم آه ولا أنا مش خايف عليهم من مرة واللي عم بشوفه هذا فريق مرتاح كتير فريق وصل الفاينالز وما شد حاله لسه صح عم بلعبوا بدون بدون الميامي ستايل بدون ما يرفع مستواهم للدرجة اللي لازم يرفعوها وبتشوف أوجي مش خايف عليهم وبتشوف أوجي كل مباراة المدرب عم بيغير تشكيله عم بيجرب كتير أشياء عم بيجرب كل starting five بيختلف عن التاني حد الآن فلساته هيك كمان عم بياخد على الوضع شوي بالزلط مش خايف عليهم من مرة تنين التانين بس اللي هم الوزردز والرابترز عندي حلة تنين نصيحة مني من أوجي للمدراء العامين تبعون هاد الفرق أو للمدربين أول إشي بدي أبدأ بالوزردز يا إخوان خلص انتو دفاعكو أزبل منه ما فيه حتى برادلي بيل طلع وحكى كلمة بكلمة we can't guard a parked bus يعني فيش إشي بالعالم نحنا بنقدر نوقفه هلأ آه انتو دفاع إزبالي دخلوا مو واغنر ودخلوا دافيس بيرت هانتز على starting five وانسوا الدفاع انسوا أي شي دخلوا بالدفاع وخلصوا كل مباراة 180 190 وست برادلي بريل بري هذا الزلمة بscorer وعم بطلع مراحل بالscoring هلأ هم تصدر الـ NBA حاليا افتحوا له الملعب يعني آخر مباراة لعبوها لعبوها ضد السلتكس كانوا خسرانين بكتير دخل مو واغنر دخل دافيس بيرت هانتز الملعب فتح لبرادلي بيل يعمل اللي بده يدخل شوت جمبرز pull ups mid range من برة لأنه هدلاك دائما واقفين هناك وبيقدروا يشوتوا ثريات توماس براينت بقدرش يشوت ثريات هلأ هذا ما رح فريق ما رح يقدر يوقف أي حدا بس ما انتو هيك هيك مش قادرين توقفوا أي حدا خلاص دخلوهم واتكلوا على الهجوم وانسى ايش اسم الدفاع ستقولي يا وزرد ما في فايدة وإيش ما تسووا ما رح تضبطوا الدفاع فخلاص اهجموا بدي أشوف برادلي بيل معدلوا أربعين نقطة بالمباراة أنا هذا اللي بدي أياه منه معدلوا هاد الأسبوع خمسين نقطة جاب قبل ثلاثة أيام جاب ستين نقطة وشات سبعة من عشرة من الثلاثيات وانبارح بالليل جاب واحدة أربعين نقطة وسجل أربعة من تسعة من الثلاثيات بس يعني حتى ستين نقطة مسكين جاب سبعة وخمسين في ثلاثة أرباع وبعدين ثلاثة بالرابع لأنه سكروا عليه الملعب نفس الإشي لما يطلعوا الاحتياطيين ويرجع يدخل براينت كل إشي بتسكر بصفي كل تركيز الدفاع عليه أصعب الحياة عليه جاب سبعة وخمسين نقطة ثلاثة أرباع يا زلمي خلاص ستين فري أنا هذا اللي بيدي من الوزد اسمع بتعرف أنه برادلي بيل هلأ صار أول لاعب مسجل أربعين نقطة مباراتين وربعض بخسر المباراتين من وقت ما سواها برادلي بيل بشهر اثنين ألفين وعشرين اسمع أنا بأعرف تذكرت هذا الإشي بتعرف أنه دخلت وقعدت أطلع بالألقام لأنه خطر عبالي هذا الإشي وتذكر تذكرت أنه نحنا حكينا فيه هلأ هو مش بس أول واحد بسويها من وقت ما هو سواها السنة الماضية مسكين تعرف أنه سواها مرتين الموسم الماضي بشهر واحد تسجل أربعين نقطة بمباراة والمباراة اللي بعدها على طول سجل سبعة وأربعين وبعدين في شهر اثنين سجل ثلاثة وخمسين وراها على طول من مباراة اللي بعدها سجل خمس وخمسين هذول الأربع مباريات خسرهم كلهم مسكين مسكين مش طبيعية مسكين بس بصراحة يعني الحق عليه هو ش اللي خلى بواشنغتن مثلا هو هذا القرار نشوف الأعذاره أنه بده يبني مع جون وال طب جون وال حلق لك باعه بشرين راح السريع ويعني فريق تافهما أنت عم مضيع عزك هلا بفريق يمكن ما يوصل بلاي اوفس أو بأحسن حالات يوصل بمركز الأخير بالبلاي اوفس مركز الثامن تطلع من أول راود تطلع من الراود بس هيك أنا الصراحة متفاجئ أنه الأدى سيئين هم أنه بس عندهم هلا فوزين وكم من خسارة صاروا ستة ثلاثة سبعة سبعة آه سبعة يعني غريبة متفاجئ أقول لك اسماع لأنه مش عم بركبوا صح أنت علي ما عم بركبوا كلعيبة ما عم بركبوا مع بعض برادي بيل الوحيد اللي قاعد بيصنع لحاله وبيقدر يسجل واسبروك عم بشوت بنسب زبالة واسبروكاوية واسبروكاوية واسبروكراوية بالظهر يعني معدله تربل دبل بس النسب زبالة والترنوفرس عليين ف مش عم بساعد حدا وما عم بلعب غير مباراة إذا فيه باكتوباكس ما بلعب غير أول وحدة هذا بلكن لازم يغيروا يعني بدهم إشي مشاناك بقول لك دخلوا مو واغنري أخي دخلوا دافس بيرتانز عشان بيرتانز بيرتانز هذا الأسبوع عم بسدد أحسن بكتير بلجت نذكر عكين أسبوع ماضي بلجت ما عم بسجل إشي هلأ لا سجل فوق الـ 50% بس هذا الأسبوع المهم هاي نصيحتي للوزردز هلأ بدي نصيحتي للرافترز أف وفشان أعطيك نصيحتي للرافترز بدي أرجعك للـ 96-97 أيامها بالـ 95-96 سان أنتونيو سبيرز خلصوا الموسم بـ 59 انتصار ماشي بعدين الموسم اللي بعده اللي هو 96-97 بدايتهم لهذا الموسم كانت سيئة جدا فازوا 3 مباريات وخسروا 15 من أول 18 مباراة لعبوها والمدير العام أيامها واحد كان اسمه جريغ بوبوفيتش جريغ بوبوفيتش المدير العام راح كحش المدرب طرده اللي هو بوب هيل وحط حاله مدرب وظله مدرب من يوميتها لليوم طبعا الموسم هداك انتهى بسجل للسبيرز بسجل 20 انتصار و 62 خسارة كان أكبر هبوط أو أكبر فرق بين عدد الانتصارات من موسم لموسم لكسروا هذا الرقم القياسي الكليفلين كابز بعد 14 سنة لما تركهم لبرون فكان موسم كتير سيئ ليش مش بس عشان شغلة المدرب ما كانت منيح بس عشان نوع من أهم لعيبة عندهم اللي هم شون أليت وطبعا الزعيم ديفيد روبتسل اللي كان السوبر ستار تبعهم النجم تبعهم كانوا مصابين كانوا مصابين كان نيك نيم تاعه الأدميرد ما هو كان داخل بالنيبي بالنيبي آه بالبحرية سمعت ديفيد روبنسون كان جسمه جسم مثالي مش طبيعي عضلاته الإيدين فصلين كتير المهم مش موضوعنا خسروا 62 مباراة فاز و20 مباراة وظنني كانوا قبل الأخير بالنبيئي دخلوا على الدرافت ومين إجاهم بالشنس تيم دانكين تيم دانكين وهيك بدت حقبة السبيرز خد واحد زي تيم دانكين وحطه على فريق كل المقومات فيه بس حظه ما كان منيح شوف شو بيصير بصير عندك داينستي فازو خمس بطولات مع تيم دانكين فأنت الآن بتحكي لما ساي تانك 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 فل على الآخر خد كيد كونينغ هام مين ما بدك الموسم الجاي فريقك مع دا لاوري كلهم صغار هلا أو يعني بالعشرينات ما عم تحكي فيه حدا كبير لاوري اسأله قله كايل شو بدك تسوي لأنه بستاهل هذا الاحترام اسأله كايل انت بدك تضلك معنا في فريق تانكينغ وتشوف شو بيصير بالصيف إذا لا بقدر أنا أحكي مع باقي الفرق أنا متأكد فيه فريق بالنبي ايه بده واحد زيك إذا منافس بده هيك قطعة تساعدهم بروح ببعت لك على تريد برجع لهم بيك صغير مش كتير رح يكون الاشي اللي برجع لهم لأنه عقده بس اسأله قل له شو بدك تانك تحب لك هالنجم الصغير هذا النجم الصغير حتى لو ما دخل على النبي ايه قطع من أول سنة ما بيحتاج لأنه باقي الفريق مرتب ومن هون لخمس سنين بيكونوا منافس درجة أولى كمان مرة فأنا هاي نصيحتي لما ساي والله هاي أكيد أتأكد أنه أنت قلبك عم بوجعك هاي الشغل لا لو بيعملها بمبسط أنا قبل أنه نخسر موسم كمشجعين الرابط إذا نشوف فريق زبالي لموسم عشان يزبطنا لخمس مواسم والفريق بين الرابترز والفرق التاني اللي ممكن تنهي بالمراكز العالية بالدرافت يعني بأسوأ سجل أنه الرابترز بشكل عام فريق أحسن منهم أنت لما تنهي الموسم بسجل سيء كون فريقك زي OKC على سبيل المثال مع أنه هلا رح ندخل على الوست نحكي بOKC شوي فريقك مش كتير ممتاز فريقك لسه بده سنين كنت علي يعني بلكن الفرق الوحيد اللي أنا شايفه اللي هو من السوتة عندهم نجم بيقدروا يبنوا حواليه بس حتى النجم دفاعه لسه مش صح وتركيبته مع الباقي عقليته يعني ما بعرف الكريستنز وضعهم صعب كل هدول الفرق حتى لو أخدوا سوبرستار بالدرافت الجاي أو واحد ممكن يصير سوبرستار بالدرافت الجاي بدهم سنين ليرجعوا نفسه الرافتر زيد عليهم ملاعب واحد وحلوا مشكلة سياكم لأن الكل فهم لسياكم هلا عم بحطوله مدافع صغير سياكم مش عم بيعرف شو يعمل حلوا هالمشكلة يا أخي برجع فريق بنافس بس ضيع هذا الموسم شو بدك فيه انت هيك هيك مش فائز اشي وهيك طلعت من أولها خسران لعب ست مباريات خسران منهم لعب تمام مباريات خسران منهم ستة مصاي ضيع تانك خد مني قوية قوية طيب على الوست زي ما انت حكيت الليكرز هلا متصدرين وما في حدا معهم بالقمة اسمع ولا حتى عم بركدوا ها عم بعملوا عم بيهرولوا هذا اللي عم بحكي عم بيهرولوا هذا اللي بخوف عم بتخوتوا يعني بس انه هيك بعين آآ آآ بيخوف هذا الاشي بعدين بآخر المباراة بتطلعوا ايه هدو اللي بقربوا علينا سكور قريب صار طيب اوكي هلا حنفوز المباراة شدوا حالكو شوي آآ آآ اشي مسخن هذا الاشي اللي بخوف فيهم انه مبين عليهم ما عم بيشدوا حالهم من اولها ومع هيك متصدرين وعم بيفوزوا كل مباراة سهولة ولبرون جيمز اعطيك احصائية صغيرة معدله 23.6 8.4 7.4 و والترو شوتينج برسنتج تابعه 56% بتاريخ الام بي ايه بس 6 لعيبة كان عندهم هالإحصائيات هاي ماشي انه الأرقام مع الفعالية تابعت الترو شوتينج برسنتج ولا واحد فيهم كان عمره فوق التلاتين او حتى تلاتين كلهم تحت التلاتين معك لبرون جيمز روعة اه مش طبيعي ازماع احصائية تانية كانت لقيت هيك بتضحك اليوم بتذكر حكينا عن الفودكاست انوياك انه معدل لبرون على مسيرته الكاملة 27 نقطة 7 ريباوند و7 أسست بس بس ولا عمره بحياته بمبرأة واحدة جاب 27 نقطة 7 ريباوند و7 أسست ولا مرة اوكي ولا مرة ولا مرة ليش غريب هاي اليوم تقريبا جاب هذا المعدل تقريبا جاب 28 نقطة 7 ريباوند و7 أسست بس لو فكح لو فكح فريترا واحدة النيرد النيرد على ردد من جنين انو كيف كيف ما بصير الاحتماليات لازم تصير الثندر تاسع يا دويس عم بلعبوا حلو آه الثندر الثندر عم عم بيعجبوني حاليا تاسع بسجل 4 انتصارات و4 خسارات صراحة انا حاسس انو 70% من الدوري سجلهم يا 4 انتصارات و5 خسارات يا 5 انتصارات و4 خسارات كلهم هيك بهالالأرقام 4-4 5-4 4-5 حاسس انو 3-4 الدوري هيك غريب شوف اوكي سي لدي كم شغلة حلوة عم بتصير اول شي شي غلجس عم بلعب كذلك حلو تملاحظ شي غلجس وعم بلعب بثقة وعم بيصير playmaker كمان السنة الماضية شفناه هيك كان عم بلعب off the ball اكتر عشان كريس بول كان معه هلأ هو متحكم بالطابق فعم بتلاقي stat lines ما كنا نشوفهم السنة الماضية يعني اليوم كان عنده 12 rebounds 7 assists وفوق الثاني اشي لوجنز دورت دورت متذكر جيمز هاردن ستوبر المدافع عم بشو ثريات فوق ال40% عم بشو ثريات قيل واخر واحد اللي انا مش مستغرب ابدا انه عم بلعب منيح بيج ال بيج ال اه هورفرد اه طب انا بدي ازيد عليهم كمان داريس بيزلي داريس بيزلي اه انا حكينا داريس بيزلي عم بلعب بطريقة كتير حلوة واللي مش متذكر اللي ما بيعرف بس نذكر الناس قصة داريس بيزلي انه لما طلع من المدرسة اه من الثانوية ما راح اتجامع راح اخد انترنشيب مع نيو بالنس تفعوله مليون دولار عليها اه وقعد عساس بيشتغل معهم بس هي كمان انه عم بوقعوه للمستقبل كانوا وعساس بتعلم سبورتس ماركتين تسويق الرياضي مع اه نيو بالنس وبتدرب كان لا يدخل عدراب دخل السنة الماضية لاعب اول سنة ما كان له دور كبير لانه لسه عم بتعود على NBA بس باخر الموسم شد حاله شوي وهيو نبدع هاي السنة اه رهيب وعنده كل امكانيات طويل وعنده بول هندلز بشوت بس لو كي سي اظن حينزل ترتيبهم هلا بعد من فرقت بنزل بنزل اسمع لسه بكير زي ما بحكي لك كتير كتير الامور قريبة عبعض هيك بالترتيب بالنص يعني عندك اكمل فريق فوق اكمل فريق تحت بس اغلب الفرق فريق بيناتهم انتصارين ثلاثة من المركز التالت لرقم 12 اشي هيك ف لسه بكير اول ايام الموسم وراح نشوف هذا الحكي كله بتغير بس شوفي عندك اشياء تانية ملفتة للانتباه لاحظتها ده احكي بس عن كم من موضوع اولهم مباراة النوغت ضد المافريكس اه عندش كانت مسلية هاي المباراة اللي راحت لأوفر تايم الوفر تايم اه كانت لوكا كان فيها كلتش شوتز على الجهتين يا زنمي اول شي اسمع لوكا والجوكر اتناتهم خلصوا ب38 نقطة الجوكر جاء ب38 نقطة 17 منهم بالكورتر الرابع ومن ضمنهم واللي عدلت ومنهم من ضمنهم التسديد اللي عددت مباراة ودخلتنا اوفر تايم قديش كان رهيب ردد فعله انه كان طيب ثانيتين عطوط طابة ستب باك سلخها عددت مباراة وعادي ولا سليبريشن بالمرة مثل او جي او جي انا نوبي مثل او جي اه اه بس انه هو انه بس يكمل مشيته هاي هيكا مشيت يوكتش اللي هيكا بهز يمين شمال قمت عليه وبس كل حد زملاء عم بنطه عليه هو انه بس يا هاي فايف هاي فايف يلا كمل بس وبعدين بالاوفر تايم ضوى لوكا ضوى لوكا ضوى لوكا لوكا جاب 38 نقطة 9 ريبان 13 أسس 5 ستيلز 5 ستيلز ومنهم الستيب باك 3 اللي سكرت عالمباراة خلاص انهتها 9 بوينس بالاوفر تايم جاب 9 بوينس شمع اقولي اذا كانت كتير مسلية انا عندي اكمل شغلة ملفتة للانتباه بدي احكي فيها نيويورك نيكس تعرف انه سجلهم حاليا 5 انتصارات و 4 خسارات احكي لك معلومة صغيرة يا دويس اخر مرة كان سجلهم اوفر 500 انتصارات اكتر من خسارات كان بشهر واحد 2013 تخيل 8 سنين تخيل هلا في اشياء حلوة عم بتصير عند النيكس في موضوع رح نحكي فيه كمان شوي فما رح اجيب سيته هلا له جوليس راندل بس غير هيك عم بتحركوا اكتر لما تحضر لهم عم بتحركوا اكتر على الهجوم وعد دفاع يعني بتحسهم واثقين بحالهم اكتر شوي بيعرفوا شو يعملوا منظمين اكتر ومسليين يا اخي يعني احضر للنيكس لأول مرة من زمان انك تتسلى وانت بتحضر لهم بس فيه كمان اكمل شغل بتخوف يعني حاليا هم المركز الثامن بالتقييم الدفاعي بس بالمركز الثلاثة وعشرين بالتقييم الهجومي فيه شوية كركبة لسه على الهجوم وما منعرف اذا رح يصمدوا بهذا المستوى ولا لا بس يعني فيه تغيير فيه اشي حلو عم بيصير بنيويورك بطلوا مزبلة الانبيئي انت علي يعني فيه اشياء حلوة عم بتصير انا مبسوط عليها خلوا عينكو عيون اويورك وهم مدرب مدرب هم تبدو مدرب يعني اشياء الطاطر فهمان اسمع طب شو اشي التاني المعروف فيه تبدو معروف انه بالديفنس بزبط الديفنس بس شو كمان معروف تهم تبدو بلعب لعبته 800 الف دقيقة بالمباراة بحرط عليهم حرث اوكي فاسمع أوريا هلأتأكدت لك من هالم معلومة مين متصدر الدوري كله بالمنتس باتوقع لك يا أرجي بارت يا جوليس راندل أرجي بارت الأول طب مين المركز التاني يا أو جي مين جوليس راندل ع كل مباراة ما بتغير تبدو مستعيل يغير عم بلحط عليهم نحت الله عين بدي أحكي عن دمار دروزن شوي لأنه في شغلي كمان مدفت للانتباه بدي بدي أحذرك أنت عدم احترامك لدمار دروزن وكيف بيعته بعد هذا أنا ما بسمح لك أنا ما بيعته أنا ما بيعته لا أنا قلتلك بفضل كواي على دمار وهي يجاب لي بطولة أنا كتير بعز دمار كتير بحبه وهلأ اللي بدي أحكي فيه هو النقطة اللي دائما بحكي لك ياها دمار كان عنده نقطة ضعفة كتير قوية وهي الشغلة الملفتة للانتباه أنه عم تنحل أول إحصائية رح أعطيك إياها دمار دروزن هذا الموسم عم بيسدد 2.6 تسديدات من بر القوس المرة الوحيدة اللي طلع عن هذا الرقم بمسيرته كلها كان بال2017-2018 في 2017-2018 سدد 3 محاولات أو أخذ 3 محاولات من بر القوس بس كان يسدد أو يسجل بنسبة 31% هذا الموسم عم بيسجل بنسبة 43% فمش إنه قاعد بيسدد زي ستيف بس ما عم بخاف من هاي التسديد اللي هي شغلة هو مش معروف فيها الموسم الماضي أخذ أقل من تسديده واحد من بر القوس كل مباراة فهاي شغلة عم بتساعد الفريق كتير وغير هيك وهون النقطة اللي أنا دايما بحكي لك ياه دمار مشكلته كانت وين إنه هو ملك الميدرينج بس لما يجي وقت الحسن بيعرف ويسكره عليه لأنه بيعرف ولعبه كيف بالميدرينج وسع أو أو ظبت طور لعبه وهذا الموسم بس يدخل على الميدرينج ويلاقي إنه التسديده صعب عليه عم بيعرف يعطي الباص الصح ومعدله بالأسست هاي المباراة بهذا الموسم 7.3 كرير هاي ما عمره وصل حتى هذا الرقم ما عمره طلع عن 6.1 ولا 6.2 7.3 عم بيعطي أسست بطريقة كتير حلوة عم بسدد مجموع التسديدات من بره وجوه القوس اللي عم بأخدهم بكل مباراة أو بعدل التسديدات سوري 13.8 أقل الرقم بمسيرته غير السنة اللي كان فيها روكي نزل كان بعزه ياخد فوق العشرين تسديده كل مباراة عم بيشوت 14 مرة أو تحت الـ 14 وعم بلعب بالنظام تبع سبيرز بدل ما يلعب لحاله وان اون وان اللي هي كانت مشكلته وكان رائع بالوان اون وان بس لما يجي وقت الحسن بيسكره عليه هلا صعب عم بيسير عليهم لانه بيعرف شو يعمل القرار الصح عم بيتخده والحلاوة بهذا الموضوع انه دمار لسه عمره 31 سنة هاد آخر موسم على عقده الحالي السنة الجاي بيصير فري ايجنت وعم بيعطي سبيرز اوبشنز شافوا حالهم مش عم بيفوزوا بيقدروا عادي يعملوا فيه وصفقة يتاجروا فيه قطوا يبعتوله فريق تاني يبدو كمان هالقطع نفس موضوع كايل لاوري البي اف اف تبعه اصلا او اذا ضلوا مع سبيرز بيقدر هو بالسف الجاي يقرر شو بده بده مصاري ربح كتير هو اظن بده خاتم اكتر من مصاري هلا بس اذا بده مصاري بيقدر يوقع عقد كبير بده خاتم بيقدر يروح اي فريق بده هو يقرر قديش ياخد قديش ده يقبل او بيقدر بالنص يلاقي له فريق رح يعطيه مبلغ منيح بس ما رح يخرب عليهم باقي الفريق فدمار شوي شوي عم بيصير هو اكتر لاعب مثير للاهتمام بالفري ايجنسي كلاس تبع الموسم السيف الجاي لانه الباقي مددوا يعني بعد ما راح يانس وانجرام وققاع وكل هالامور هاي راحت كل اللعيب هدول راحوا عندك كواي بول جورج راح كواي طبعا ما اظن يطلع من اليه شغلته اليه هو اصلا طلب بيروح عليه وبده يروح عليه واصر فعم بيصير دمار دروزن هو اللاعب اللي كل العيون عليه والكل راح يكون بده اياه وحلو كتير التطور بلعبه فحبيت اجيب سيرته حالو حالو واخر شغلي ملتفت للانتباه تعرف انه مايلز تيرنر عنده 33 بلوك في 8 مباريات في عنده مباريتين عط فيها 8 بلوكات و8 بلوكات المعدل تبعه حاليا فوق الاربع بلوكس لكل مباراة اعلى معدل بلوكس مسجل بتاريخ الانبي اي 3.5 لواحد اسمه مارك ايتن وبتاريخ الانبي اي كله بس تسجل معدل اعلى من الثلاثة 3 مرات ايتن هذا نفسه منوت بول وحكيم مرة هلا طبعا ما منقدر نحكي انه هذا ما صار الاشي لانه البلوكات ما كانوا يتسجلوا ايام رسل وايام ويلت وايام نيت ثيرمن بس من لما بدوا يسجلوا ما عمره حدا طلع فوق الثلاثة غير 3 بلوكات بالمباراة غير هدول الزلمة هذا معدله 4 بلوكات بكل مباراة مش طبيعي اللي عم بيعملوا الانديانا كل ما بتطلع عليهم بنبهر زياد بالأدوار اللي عيب عم بلعبها كل لاعب بيعرف دوره بالضبط بس بونس حكينا عنه الحلقة الماضية عم بيكون شوي كل شي عم بيعمل بوينتز الباستنج طبعا من الألبو ممتاز عنده هيك شوي من جينات أبو بس عندك الاثنين اللي عالوينز بروغدن و ألوديبو كمان عم بيلعبوا رهيب وتيرنر اللي ما احد كان بده اياه متذكر بالصيف كانوا حاطين كان بإشاعات انه عم بيحاول يبدلوه مع أي حدا عشان هم خلص صار انه صار الـ 5 بس تيرنر لساته وحش على الديفنس وبلوكات زي ما تحكيت وبسدد ثلاثيات ثلاثيات نسبة فوق الـ 40% فمش كليل أبدا كليل أبدا هذا الفريق مفاجئني صراحة 100% أنا معك وحلو اللي عم بيصير بإنديانا رح ينفسه بالإيست رح ينفسه منيح بالإيست هم حاليا تاني مش بس بالموسم عم بحكي لك هذا بالـ play-offs هذا الفريق مشكلة إذا بوصلوا بدون إصابات حكيت لك النظام الجديد تبعهم كتير عم بوزبوت واسمع مقابلاتهم هم مكيفين عليه الحركات اللي عملها بيوركن المدرب الجديد هم كتير مبسوطين عليها كتير وهلأ عم بلعبوا بدون تي جي وورن لسه عندك تي جي رح يرجع مصاب بس رح يرجع قبل البلاي-offs حلو حلو اللي عم بيصير بإنديانا وبنصح الكل يحضر لهم لأنه جد ممتع الفريق طيب تايم آوت سريع يا دويس بنرجع بنحكي بكمل موضوع تاني طيب يا دويس موضوعنا تجاي بدي أحكي لك من وين إجا كنت قاعد هداك اليوم أنا وصديق إلي وعم نحكي سلي خشينا على موضوع القيادية أو الروح القيادية ومين هم أفضل قادة بال أفضل قادة بالأم بيئة وين دقينا ببعض هو مفهوم للقيادية شوي غير عن مفهوم للقيادية فقبل ما أحكي لك أنا ويا تشو تناقشنا وأسألك برأيك مين أفضل القادة احكي لي أنت برأيك شو يعني قائد بعالم كرة السلة اللاعب اللي بيقود الفريق على الملعب وبرأ الملعب على الملعب يعني اللي هو سواء كان بتحكم بالكرة أو بتحكم بالهجوم أو بدير الهجوم وبرأ الملعب هو كمان المثال الأعلى بيكون برأ الملعب يعني مش بس برأ المباريات عم بحكي عم بحكي خلال تدريب بسلوبهم الجدية اللي بياخد فيها كل تمرين بيجي على الوقت دايما بروح بتأخر بيساعد كل الفريق بتأكد نه كل حدا معنوياته عالية بطمئن على الشباب كنت ألي يعني هيك زي زي مش مش الأب يعني بس زي الأخ الكبير تبع الفريق بيكون شوف أنا معك أنا بتتفق ووين صارت وين صار الخلاف بينتنا أنا حكيت كتير من اللي أنت عم تحكي بالنسبة للي القائد هو المثل الأعلى للكل هو اللي بيشد الكل معه بيشيل الكل بيحكيه بطريقة اللي بتعامل مع كل حدا حواليه بعقليته كل هالأمور هاي هو ما يخذها بطريقة شوي غير وراح أعطيك مثال هو بيحكي لك وهاي مقارنة طلعت منه بيحكي لك واحد زي جيمز هاردن أو كواي بيقدر يأثر على الفريق أو على إدارة الفريق بشكل كبير كتير فهدول كمان قادة وأنا عم بحكي له لا هذا سوبرستار وهون الفريق إنه القائد مش دايما السوبرستار في مرات بيكون القائد هو نفسه السوبرستار على سبيل المثال لبرون جيمز لبرون أي شيء بده إياه بيقدر يخصب الفريق يعمله بس كمان المثل الأعلى لكل زملائه وقائد الفريق بدون شك في مرات تانية بيكون عندك السوبرستار لاعب والقائد لاعب تاني والسوبرستار ماشي بيطلع له أشياء لأنه لاعب مبيز كتير بيطلع له مصاري أكتر بيطلع له أشياء بيعطوهم إياه الفريق بس القائد ما بيكون هو بيكون واحد تاني على الفريق آه مثلا مثلا أنا خلنا أخذ كواي مثلا الإكزامبل هاي كواي لما كان بالرابترز كان السوبرستار بس ما كان القائد القائد طلو كايل لاوري وهذا اللي بدنا نحكي فيه وللعلم هذا المثال هو هذا المثال هو بدأ الموضوع كله هاد فقعدت أنا أنا أشرح له شو رأي بمعنى القائد هو قاعد يحكي لي شو رأيه دقينا ببعض شوي لقد قلت له أنا بالنسبة لأي ليا حسابي المثال كايل لاوري طب فايف قائد بالأنبيئة وهذا اللي حبيت أوصل لك بدي أسألك أنت برأيك وبيدي أناقش معك شوي مين هم أفضل قادة الأنبيئة أفضل قادة الفرق بالأنبيئة مين الناس اللي لما أنت تضرب مثل القائد على فريق تحكي اسمه أنا قائمتي كالتالي دبرون جيمس دون منازع أظن أحسن قائد بالأنبيئة لأنه كل إشي حكينا فيه عنده إياه وغير هيك بيظل له سوبرستار كمان وعندك زي ما بيقولولك فول باكيج ماشي حكيت لك كايل لاوري أنا بالنسبة لأيلي كايل لاوري قائد وما في مثل أكبر من هيك من المباراة الأول ستار السنة الماضية لما قاعد ياخد هال شارجز بنص المباراة وكان هو اللاعب الوحيد اللي ما كان أساسي بهالمباراة اللي عم بلعب والكل قاعد بتطلع عليه وهو بين أفضل لاعبين الـ NBA بس مبين أنه حماسه وروحه عم بتأثر على هذا الفريق فأنا بحط كايل لاوري من ضمنه بحط واحد زي جيمي باتلر من ضمنهم وجيمي اللي سواه بالبليافس مع مايامي اللي سواه الموسم كله مع مايامي كتير خرافي هلا جيمي يلعب عليه الوحيد أنه بيقلب شوي مجنون إذا مش زابد كل إشي معه زي ما صار معه أيام من السوتا حاول يقود هداك الفريق ما ليحقوه فقلب عليهم بثانية وخرب الدنيا كركب الدنيا لطلع بس حط عليه حط عليه فريق بركب معه قائد رائع رائع ديمي ليلرد قائد ديمي ليلرد سوبرستار وقائد عجد على طريق لبرون يعني فمت علي أنه هو أحسن لاعب على هذا الفريق بس هو كمان مثالهم الأعلى بكل إشي ما دخلوا باللعب طريقة تعامله مع النادي طريقة تعامله مع الجمهور الطريقة اللي بساند فريقه زملائه وغير اللعب عم بحكي طبعا إذا صار في مشاكل بوقف معهم وبيعرفوا أنه هذا got my back فمت علي الزلمة معي للموت فأنا بعتبره قائد رائع وبعدين في عندي مثل كتير حلو لأنه هذا فريق فيه اتنين وكل واحد قائد بطريقته دريموند جرين قائد وهيك عم بتشوف حتى لما يخسروا الوريورز هذا الموسم أنا متأكد أنه أندرو ويغينز خفان عقله وبشد حاله قد ما بيقدر أنه رح يأكل بهدلي من دريموند وبتشوفها دريموند بصيح حداك اليوم شفنا منه حركة طلع ما أخذ الطابة وعم بيحاول أنه الفريق يلف يوقف كل واحد بمحله ما يوقفوا بمحله صار يناط نت نص الملعب بناط نت عم بيأشروا يلا ما عم بيعمل إشي أرقامه ولا إشي دريموند جرين هاي السنة بس قائد بخافوا منه وبتأكد أنه بحمل كل حدا المسؤولية وبتأكد أنه الكل عم بلعب مية مية إذا مش أكتر بس كمان عن نفس الفريق عنده قائد من نوع تاني اللي هو ستف كاري ستف كاري قائد ما بتفكر فيه زي ما بتفكر بواحد زي دريموند أو واحد زي لاوري بهاي الطريقة بس ستف قائد بأشياء مش دائما نبيني واضحة للكل مت علي فهدول بعتبرهم نين قادة على فريق واحد كل واحد بطريقته بس ما عم بقلل من واحد لأني بحكي لك إنه التاني قائد كمان هدول ناس فكرت فيهم مين كمان في قادر نحنا ما فكرنا فيهم قبل ما أحكي لك كمان مثال لقائد أرجع أحكي عن ستف كاري إشي اللي بميزه عن كل التانيين اللي انت حكيت عنهم ستف كاري قبل ما ييجي كفن دورانت كان هو أحسن لعب على الفريق كان هو قائد الفريق على الملعب كان MVP مرتين MVP وماخد بطولة وواصل لجيم سبن بالنهائي بعد ما فازه 73 مباراة وكسر الرقم القياسي تبع البولز بالموسم فكان يعني بقمة مستوى بقمة مسيرته كلاعب بيجي كفن دورانت هو بيقول لك تمام كفن دورانت أشتر مني أنا حاخذ خطولة ورا ولا واحد مني ذكرتهم أظن بتقبل هاي الإشي إنه الإيغو ما عنده الإيغو والغرور بالنفس إنه لا أنا هذا فريقي وحيظل فريقي لا هو طلع على الفكرة كلية طلع على الصورة الكاملة كالك نحنا مع دورانت فريق أقوى فأنا بأخذ خطولة ورا بأخذ لي أكمل 3-4 تسديدات أقل بالمباراة كابن دورانت هو بيصير محور الفريق على الهجوم بسيطة وفعلا فازوا بطولتين ب3 سنين بعدها فهي الوعي الذاتي هذا ولا حد تاني عنده إياه من هدول القادة اللي أنت حكيتهم ولا حد بيقبل يسويها وحاليا بتشوف هلأ مع هذا الفريق عم بيأخذ دور غير كما عم برجع لأنه كتير لعيب صغار بيصير المحور كمان مرة أنا ملاحظ أنه بقدروش يفوزوا بدونه عم بيصير المحور صحيح بس كمان شوف قديش استفكري بتحمس لما حد من فريقه ويسدد ثلاثية ويجيبها تعالي لديش هو مبسوط لحد تاني بالفريق يلعب منيح ما عنده الغرور ما عنده هذا الغيرة من الناس تانين لما يلعبوا منيح هذا الطبيع وبنعكس على كل الفريق بعدين كل الفريق بيصير هيك ينبسط للتاني بيصير في روح إيجابية للفريق وهذا القائد هذا أكتر إشي مهم يسويه القائد يسوي روح إيجابية حولين الفريق وستف أحسن واحد بالNBA بهاي الشغلة بالذات من هاي الصفة القيادية 100% التاني اللي بيقول لك كريس بول أنا نسيت كريس بول هلا عم بفكر فيها خطر عبالي اسمه ما جد سيرته بس كريس بول قائد عطاره فلساني كان كنت حجيب لك سيرة كريس بول كريس بول قائد 100% 100% وهذا أكبر سبب كمان ليش الروكيتس وقت جيمس هاردن ما قدروا يتغلبوا على الوريورز الوريورز كانوا فريق ممتاز بس أحسن موسم لهم لما كان عندهم قائد على الملعب اللي هو كريس بول لما نصاب كريس بول صح لما نصاب كريس بول كانت هذا أحسن أقرب أكتر مرة قربوا أنهم يفوزوا على الوريورز جيمس هاردن مش قائد جيمس هاردن سوبرستار من النخبة لاعب هجومي خرافي من أحسن في التاريخ بس مش قائد ما ببني روح الفريق ما بتعامل مع ما هيكا ما بحسوش بتفرق معه باقي الفريق كواي كمان كواي مش قائد بأنه هاي السنة عم بلاحظ على كواي عم بيحاول جاي أحكي لك مبين عليه عم بيحاول عشان سمع الانتقادات ومبين كان هو خسارتهم الموسم الماضي عشان ما كان فيه قائد بتشوفوا بهاي المباريات اليوم هذا الموسم عم بيشجع اللعيبة أكتر عم بيحاول يحكي معهم أكتر عم بيسوي مقابلات بالإعلام أكتر عم بيحاول يبين أنه هو مش كتير روبوت وأنه هاي أظن it's backfiring شوية ما بتزوط معه يعني مثل صغير من آخر مباراة لهم لعبوا ضد الوريورز مبارح والوريورز كانوا السكليبرز كانوا متقدمين الوريورز لحقوهم بعدين طلوا عنهم بالكورتر الرابع قاعدين التنين ستاف كواي عم بيستنوا يدخلوا على المباراة كواي قاعد بيحكي معه ما بارش عن بيسولف بس قاعد بيحكي له إشي واستفضحك عليه وراح قططهم وجاوبوا هيك 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 وراحوا حطوا قبل ما يدخل حطوا ثري أظن ويجنز حط ثري إذا أنا مش غلطان بس بتذكر أنه تقدموا بأربعة أو ستة الوريورز دخل كواي على الملعب ولف عليهم كلهم وصار يزجف بيديه يحكي لهم يلا يلا لو أي لاعب تاني لو لبرون جيمز بيضخل على الملعب بقاعد يزجف بيديه بيحكي للكل يلا رح نشد حالنا ولا بتفكر بالموضوع بس لأنها طلعت من كواي رأي غريبة كانت إنه إيه كواي قاعد بحمس بشبابه فهمت علي فزي ما أنت حكيت هاي السنة عم بحاول ياخد هاي الخطوة وإنه يصير أكتر قائد بس ما بعرف إذا مستحيل تحطه على مستوى هدلاك كتير وقت لأيصير بمستوى هدلاك اللاعب وبس هلا بدي أكمل على موضوع تاني وهو اعتذار عندك اعتذار؟ اعتذار الأسبوع الماضي ما كان عندي اعتذارات ما كان عندي بهذه الكتير بس هذا الأسبوع عندي اعتذار واحد يدويس آه قل لي وهذا الاعتذار طالع من مقال أنا قرأت مقال قابل أكمل يوم وترى عن لاعب يجعني أكتر من رسالة على تويتر من الناس بحكولي جيب سيرته اعتذر له ما رح أعتذر له للسبب اللي هم عم بطلوه مني وهلا رح أشرح لك شو هو السبب وصرح أعتذر له لسبب تاني اللاعب جيريمي جرانت جيريمي جرانت لما طلع من دنفر لك البهدلة مني ومنك منك أكتر صراحة منك أكتر مني أكتر أنه ما لك طالع من فريق رح ينافس لبطولة وانت جزء مهم وهينا شايفين هالدفاع تبعهم مش عم بطلع راس مع دفاعهم السنة الماضية عرضوا عليك نفس المبلغ وهيك هيك تركتهم شان تروح انت تصير نجم بديترويت عشان بدك أرقامك والأرقام موجودة يعني السنة الجاي السنة هاي معدلوا 24 نقطة و6 ريباوند معدلوا كان 12 نقطة السنة الماضية يعني دوبل المعدل تبعه فالأرقام اجت و لما تحضر ديترويت هو جزء كتير مهم من الهجوم إذا مش أهم قطع عندهم هو تاني أهم لاعب عندهم أنا أظن أهم واحد بصراحة من اللي عم بشوفه يعني خلص كل شيء عم بتمحور حوالي بس إيش اللي صار لما قرأت هذا المقال لاحظت أنه قراره ما كان بس عشان الأرقام القرار تبعه عشان شخصيته خليني أشرح لك ليش جرانت اكتشفت أنه زلمة ربا طبعا هو أفريكان أمريكان أسود بأميركا أهله ربوه وعلموه كتير عن تاريخ السود بأميركا وهو عنده اهتمام كبير بهذا الموضوع بيقرأ كتير عن قادة الأفريكان أمريكنز بأميركا ناس زي فريدريك دوغلس ومالكم أكس وبعرفش إيش وكتير بتأثر من هذا الحكي كان من أيام ما هو صغير وكتير بده يساعد المجتمع الأسود تبعه بأميركا فلما قرر على ديترويت بيقولولك واحد من الأسباب الكتير كبيرة اللي هو قرر يروح لديترويت إنه ديترويت مدينة كتير فيها سود كتير يعني ممكن أكبر مدينة كعدد سكان فيها سود بأميركا أو كنسبة من الأكبر بأميركا وعم بلعب لمدرب أسود ومدير عام أسود فهو بحكي لك هدول من القلال الفرق اللي قلال اللي من فوق لتحت الإدارة الجهاز التدريبي كمان سود وناس هو بلهموه هو بدي يتعلم منهم هو حابب إنه فيه ناس من المجتمع الأفريكان أمريكان باليو أس بهذا الدوري اللي مع إنه أغلب اللاعيبة لعيبة سود بس كتير فيه مراكز مهمة ما أخدينها ناس بيض قل لك أنا حبيت أروح لهذا النادي عشان أتعلم منهم وعشانه بمدينة فيها كل هذا الحكي فيها المجتمع هذا عشان أقدر أساعد هاي المدينة فقراره ما كان بس أنا بدي أطلع على فريق أصير أنا النجم كان قراره أنا بدي أروح على نادي على منظومة أفكارها والثقافتها تلبق على ثقافتي وعلي أنا بدي أسويه بحياتي مش بس كلاعب سلي بس بعد ما أعتزل وأكمل بحياتي فحبيت المقال كتير حلو وغير لي تفكيري عنه ومشان هيك بدي أعتزل لجرامي جرانت اليوم أنه أنا أولها حكيت هذا أناني وبس بدي يروح عشان يرفع معدلاته ويصير نجم أنا قرأت نفس المقال واحتراماتي لجرامي جرانت حقه قرار يعني ما نقدر غير نحترمه قرار نقدر نحترمه كتير مية ومية أنا عندي اعتذار كمان أوجي حلو مين اعتذار هو نص اعتذار ونص بهدلة نتعلم عشان هي الفقرة هاي بهادل واعتذارات الاعتذار الأول لجوردن هايورد جوردن هايورد نحن سمناه أكبر نصاب بال بالوف سيزن لما ترك السيلتيكس ونصب على الشارلوت هورنتز تفعوله مية وعشرين مليون على أربع مواسم يعني تلتين مليون بالموسم قلنا هذا ما بيستاهل هذا لاعب ظلو ينصاب كذا كذا هذا الموسم عم بيقدم عليه على الملعب عم بيقدم عليه عم بيعمل عليه معدله 22 هذا الأسبوع بدع اه كل الدوري كل الموسم 22 نقطة 6 rebounds 4 assists عم بيشوت بنسبة تقريبا 50-40-90 49 field goals 39 ثراثيات و91 free throws فجوردن هايورد هو closer و closer فجوردن هايورد أول ما بيحتاجوا باكت بآخر المباراة بتيجي الطابة بالزبط فجوردن هايورد مش أكبر نصاب بالنبي أكبر نصاب بالنبي بلا شك هو رودي جوبر رودي جوبر وأنا وشاك بنتفق على هذا الموضوع شاك صليو أسبوع نازل فيه شاك مسكين مش هم برحم ولا جودي جوبر عشان بالنسبة له هاي إهانة إنه واحد مثل رودي جوبر بيقارنوه إنه هذا سنتر وبيجمان وماخد 200 مليون على شو الأفلج تابعه 13 نقطة في المباراة هلا أوكي هاي الحق مش عليه يعني بس الحق على إدارته الغريب القرار الغريب اللي يعطوه 200 مليون لرودي جوبر وهذا الأسبوع تهزأ من جيريد آلن جيريد آلن هزأه بلكه دنك فوق راسه وبعديها بعد المباراة شاك دنك فوق راسه على تويتر فهارد هارد لك لرودي جوبر صراحة هو أكبر نصاب بالنبي وبتعرف الأسوأ بالموضوع إنه حتى المهارة اللي هو كان من النخبة فيها دفاع هو كان أفضل مدافع سنتر بلكن بالنبي لأكمل سنة السنة الماضية نزل مستوى دفاعيا هاي السنة نزل أكتر يعني ما بتقدر تحكي إنه حتى 200 مليون عطوله لأنه دفاعه رائع وقاعد برفع وبشيل فريق كامل عالجهة الدفاعية زي ما كان يعمل قبل سنتين ثلاثة لا هداك اليوم حضرت مباراة للجاز ما بتذكر ضد مين الأغلاط الدفاعية اللي عملها كتير تافهة أغلاط إنه بدون تركيز عم بيعملها بس إنه بتطلع هون بدل ما يضل عينه على المان تبعه بلف من وراه باخدها إيزي آليو أشياء ما كانت تصير بعز رودي جوبير الدفاعي مستوى الدفاعي نازل كتير السنة الماضية نزلي شوي مش كتير شوي صغير لأنه قبل سنتين قبل ثلاثة سنين كان بلا شك أفضل مدافع بيجمان بالأم بيئي وأخذ جائزة مرتين من وراه هذا الإشي السنة الماضية لأ صرنا نحكي يانس صرنا نحكي أنتني ديفيس نصار فيه نقاش بس حتى بالتصويت طلع ثالث ومستاهر ياخد ثالث كان هاي السنة لأ هاي السنة الدفاع تبعه نازل مش إنه عاطل ومش عاطل بس مش من النخبة صار مدافع مني ما بسوى 200 مليون ما بسوى 200 مليون بالزبط أنا معك طيب أخبار البورصة بدي أبدالك بدي أسألك حزيرة صغيري أوكي في أربع لعيبة حاليا بالأم بيئي عم بيقودوا فريقهم عم بتصدروا الفريقهم بالبوينت بالريبونت وبالأسيست أوكي تعرف مين هم لوكا أول واحد أكيد طبعا يوكيش طبعا تالت 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 حكينا في الأسبوع الماضي وتجي بصيرتو اليوم أنت على الخفيف بشبه الولفرين بشبه الولفرين مين دومانتس سابونس صح صح سابونس أوكي ضل أنسى البيسرز حتى بعد حتى بعد ما تمتع فيهم تنسا هل هيكا بصرع هيكا مشيت بكل الفرق نحكي يعني إذا ما كان فيه نقطة قدامي مكتوب انديانا بيسرز يعني لو السنة الجاي بتعرف هيكا سبب معين مثلا البيسرز طلعوا بارا الانبي اي وصار الموسم بنسى أنه ما كانش فيه فريق حتى هيك بعرشلش هذا الفريق مش عالرادار دومانتس دومانتس سابونس متصدر الفريق بهذول ثلاث كاتيجوريز والرابع جوليس راندل جوليس راندل ساهم طالع ساهم طالع ساهم طالع كتير 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 أحكي لك إحصائياته 23 نقطة بالمباراة كارير هاي 12 ريباند كارير هاي 7 ونص أسست دبل الكارير هاي مش بس كارير هاي دبل الفيلد جولز بالمباراة كارير هاي الفري ثروز كارير هاي الثري بوينت كارير هاي يعني مش بس أحسن موسم كل إشي كارير هاي أحسن موسم بكتير بكتير أحسن موسم عم بعمل كل إشي لنيويورك كل إشي فكرك فمية بالمية ساهم طالع فكرك هل هذا الأداء مستدام؟ كمل هيك دا استحيل دا ما أظن ما أظن يضل على هذا المستوى رح ينزل شوي ما عم بحكي لك رح يتراجع كتير رح يضل عنده كارير هايز بكتير أشياء بس مش شايفة بتصمد لها الدرجة هو كان يعني هو كان بالنيكس صح؟ بلش مع النيكس هو السنة الماضية كان بالنيكس لا هو بلش مع الليكرز آه سوري مع الليكرز قصلي مع الليكرز آه آه بلش مع الليكرز رافت مع الليكرز كيف وصل النيكس نسيت طلع من الليكرز راح على إذا أنا مش غلطان البليكنز آه بتريد آه مزبوط وبعد التريد هديك خلص عقده وقعوا النيكس فري ايجنت لما عملوا توقيعهم السنة الماضية مش وقعوا 13 ألف باور فور ورد كل باور فور ورد لاعب حر وقعوا النيكس هو كان من دمنهم مش طبيعا النيكس السنة الماضية زم اللي عملوا الفريق بين السماء والأرض النيكس السنة الماضية وشو عملوا بالصيف والسنة هاي على فكرة هاي السنة يعني كل إشي عم بعملوه كل إشي حكينا فيه ما غيروا ولا لاعب كبير مش إنه راحوا ووقعوا لاعب حر كتير كبير ومعروف واسم لا طوروا العقيب صغار عندهم يعني كيفن نوكس كيفن نوكس كان منسي السنة الماضية هذا إنه راح يطلع من الأم بي ايه مش عم بلعب مش نجم أو إشي بس عم بلعب وبعد دور منيح تمام أكبر شوي ايجن توقعوه مين أوستن ريبرز هاي ما شفتش سواه هاد الأسبوع كمان يوم براس تولى بالكوتر الرابع وفازوا من نيكس مين كمان سهم طالع سهم طالع جدنا سيرته عسيرة الانديانا بيسرز لازم أحكي عنهم على أقل شكلك كاتب شكلك كاتب اسمه مين هو بروغدن مالكم بروغدن مشان هيك تذكرته عم بيجيب 25 24 نقطة مباراة و7 أسس وعم بيكون كلتش بيكون كلتش لتالتلاتية السلخة بالأخير هذا واحد عنده ثقة بنفسه كتير كتير عالي تخيل تخيل يا دويس لو تركوا لو تضل مع الملواكي باك نتعرف نتذكر حكيناها نحن كيف فلتوا بي بروغدن عم تحسن كتير كانوا لاعب صغير عشان يخلوا أريك بلدسو أكبر غلطة عملوها هاي لأنه ما كان يحتاجوا يعملوا صفقة جرو ما كان يحتاجوا يعملوا إشي كان هو صار النجم الثالث تبعهم اللي ما عندهم إياه ومهاراته وطريقة لعبه بتناسب البوكس يعني مدافع منيح كتير ما عم بحكي إنه مستوى جرو بس مدافع رائع يعني بلاي ميكر صانع ألعاب رائع وهلأ عم بيصير سكورر رائع وكلتش سكورر زي ما أنت عم تحكي هذا لما تسكر كانت الدنيا على البوكس السنة الماضية بالبلاي اوبس كان أعطوه هو الطابع وانسى حتى لو السنة الماضية ما كان في هذا المستوى هو أخذ قفز السنة الماضية بس مش لهالدرجة أخذها هاي السنة قفز معنوية خيل هذا اللاعب هلأ مع البوكس مع يانس وميدلتن أكبر غلطة عملوها إنه تخلوا عنه سهم تاني طالع وجه وهي أنويّاك صراحة منستاهل تزكيفي أنويّاك عشان أنويّاك حكينا عنه قبل موسم روكي الساكرامنتو كينغز تايريس هلبورتن تايريس تايريس لا مع تايريس الجال جديد تبعنا هو الروكي اللي نحن كتير مبسوطين عليه آه بس شوف لسه ما مش مفكر أتبناه لسه يعني ممكن لسه ممكن أتبناه كواحد من أولادي بس حاليا تايريس الأول بالنبيئي بالتقييم الهجومي مش أول روكي الأول بالنبيئي بالتقييم الهجومي تخيل هو الأول بالروكيز بالدقائق اللي عم بلعبها المباراة التاني بالسكورين والتاني بالأسيست وإذا تطلع على الكورت الرابع ضد البولز كان ديارين فوكس ديارين فوكس طلع مصاب طلع مصاب هو استلام اللعب لعب لعب رائع ولعب خبرة لعب هيك متزن كان سيطر على المباراة سجل 15 نقطة منها الثلاثية اللي قلط على المباراة وبعدين أخذ الستيل لما كان نسل ضيلهم البولز فرصة هو أخذ الستيل بس مشى كل اللعب بهذا الكورت الرابع وكان كتير كتير مبهر بالطريقة اللي سيطر على المباراة بهذا العمر يعني هاد تايريس لعب مميز الكينجز جاههم لقطة بالدرافت هايساني لقطة لقطة 100% آخر صاهم طالع ممكن مش تصالع قد اللي قبل بس بالسلتكس في لاعب اسمه بيتن بريتشارد اسمع 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 أنا فهم انت عم تحكي هيك لأنه حط البوتباك اللي فوزتهم المباراة هداك اليوم لا والله لا والله مش عشان هيك مش عشان هيك هذا أو جي لازم تطلع على الفحص العيني لازم تطلع عليه بلعب هذا لعيب لما قصد لعيب انه هذا حطه بأي مباراة هذا حيكون بالنبيا لعشر سنين وتذكرني فيها هاي انه مبين عليه هذا لاعب انبيا ما بيخاف من اللعبة حطه مع اي فريق هذا حيجيب لك بوينتز لما ينزل يمكن ما يكون اساسي بس هذا لاعب انبيا ما بيخاف من حدا وهداف هداف هداف يعني بلاقي طريقة يسجل فيها لو بتاخد له بسد الثلاثيات بيخترق بالم ريباون هيك بتعرف كيف كيف بالقدم انزاقي كان دايما بالمحل الصح ليهدف في نائبه بالباسكت هدافين هذا واحد منهم بيتن بريتشارد هداف انا ما عم ما عم بناقشك ما بخالفك الرأي بهدول الاشياء بس يعني بكير عليه تحطه ساهم طالع بس ساهم طالع يعني انت هيك عم ساهم طالع عشان تسديدي لا لا بالعكس او عشان نوصل الانبيا لا لا عشان نو حيلعب دور مهم على فريق حيلعب دور مهم على فريق فهم السلتكس بيحتاجوا واحد زيه من دكة الاحتياط يساعدهم لانه وضعهم العمق تبعهم صعب لا دفاعهم بنشهم ضعيف بس هذا قوة دفاع بنشهم ضعيف كتير كتير خصوصا هلا لانه لسه ما عم بلعب كمبا مع انه كمبا هلا بيحكو لك رجع يتدرب سمحوله يتدرب فيعني من هون لأكمل اسبوع رح نشوفه على الملعب ان شاء الله بس البنش تبع السلتكس هي نقطة ضعف فبجهم واحد زي هيك يدخل سيكث مان سبنت مان اللي هو ويعطيهم هيك دفعة صغيرة التسجيل بالطاقة باي اشي بس يساعدهم لانه اذا لا يعني رح يهلكوا جيلن براون وجيسون تيتم وسمارت والجماعة الاساسيين طيب ساهم نازل مين عنده نازل عندي الهوكس الهوكس بعد ما حكينا عنهم من اسبوع الماضي ادهوروا ادهوروا الهوكس صار في دراما صار في دراما كمان احكينا احكي للشباب شو الدراما رح احكيلكم شو فيه يا اخوان رح احكيلكم شو صار او شو نحكى بالمقال بس اعرفوا ان المشكلة مش اللي نحكى بالمقال المشكلة انه اصلا الاعلاميين عرفوا انه نحكى هذا الحكي المقال طلع عن الهوكس وبيحكوا انه في فيلم سيشن اللي هو لما يقعدوا الفرق الجهاز التدريبي مع اللائبة وبيحضروا مباريات بوقفوا بيركزوا على اشياء اللي يجب يتحسنوا فيها اشياء عملوها منيح مرات بيحضروا للخصم وكيف بيلعبوا لامور هاي بس في هاد الفيلم سيشن كانوا عم بيحكوا عن هجوم الهوكس و جون كولينز وقف بنص الاجتماع وحكى عبر للكل انه هو مش مبسوط بالطريقة اللي عم بهجموا فيها الهوكس مش عاجبوا الطريقة اللي وحكى بالاسم قاعد بتحكم بالهجوم وبسيطر على الهجوم يلك بطيء بدربة كتير قبل ما يدخلوا على هجماتهم عم بيركز على الخطط الهجومية اللي بتفيده هو وبترفع ارقامه اكتر من تحريك الطابة وكل هالامور هاي هلا هذا حكي بصير دايما للعلم مش اشي جديد عفرق الام بي اي وطبعا جون كولينز رح يصير يعني رح ينتهي عقده بعد هذا الموسم فأكيد بده ارقامه ترتفع فأكيد مش عاجبه انه تري يونج قاعد بجمع 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 احصائيات وبده كمان يلمس الطابة يكون له دور اكبر كل هذا مفهوم بس وين المشكلة انه هذا الحكي صار في فيلم ساشن ما في غير الجهاز التدريبي واللعيبة وبعدها بيومين طلع الخبر للكل وطلعت القصص والاشياء اللي انحكت كلمة بكلمة انه في عندك سنج وطلعت من ثلاث مصادر اوجي ثلاثة بهالاجتماع اللي مفروض لعيبي ومدربين راحوا حكوا لالإعلام انه في عندنا مشكلة بين جون كولينز و تري يونج ومان حلت تري يونج زعلان و جون كولينز زعلان فيعني هاي دراما واللي صار وشوشو صوى تري يونج بعد المباراة بعد الاجتماع هذا تري يونج كان قبل هاي المباراة معدله 28 نقطة وبيسدد 18 تسديدة بالمباراة المباراة البعديها تري يونج تسجل بس سبع نقاط وسدد تسع تسديدات فقط يعني كان عم بيحط على عينه لجون كولينز اوكي بالكاشة هاني أسدد كاشة هاني أتحكم الهجوم ماشي ها مش راح لعبنا اليوم شو راح نعمل وكان شكله على الملعب لا يبالي بدورش يلعب تعلان ف مشكلة كبيرة للا هوكسلة فيه مشكلة كبيرة مين فكرك ايه تلات مصادر شعارف من هم واحد مدربين أكيد ما بعرف إذا من المدربين ممكن تري يونجو واحد فيهم ممكن عشان لما يصير هذا الاشي اللي صار بالمباراة اللي بعدها يعرفوا ليش صار يفهموا الناس ليش صار ما بعرف عتى أفكر فيها بس هو الوحيد اللي خطر عبالي اسمه ممكن يكون سواها عشان هيك بس مين غيره فالهوكس سهم نازل والدراما تبعتهم وأنا متأكد عندك سهم نازل تاني وعم تستنى أنت من أول الحلقة تجيب سيرته ف رح أسمح لك هالتي أسمح لي سهم نازل كايري من كايري إيرفين يعني مش متفاجئ بالمرة أبدا مش متفاجئ بس اللي ما بعرف قبل اليومين كان عنده مباراة وقرر أنه ما يلعب لما سألوه ليه بتلعب قال والله مش جعباني ألعب بس تأثر من اللي عم بيصير بأمريكا والهجوم على الكابيتول هيل حتى لو هذا هو سبب حتى لو هذا هو سبب أنا متأكد أن هذا لعب دور طيب ليش طلع طلع مصدر بيعرفه بيحكي أنه هو متأثر كتير من هذا اللي صار فبدوش يلعب حلو طيب ليش ما تحكي إشي تاني مثلا ليش ما تحكي أنه والله مصاب عندي أسباب عائلية عندي أسباب خاصة هو لا طلع حكا مش جعباني ألعب ما بدي ما بدي ألعب ولما سألوا ستيف ناش وين كايري قال لهم صراحة ما بعرف حاولت أحكي معه حاولت أحكي معه وما جاوبني يعني هذا البني آدم ما أزنخ وجه كايري إيرفينغ سهم نازل وحش الأسبوع معنا للعلم المباراة اللي لعبوها بدون كايري وبدون دورانت فازوها لا بعين خسروا بارح خسروا الآخر واحدة خسروا هلا ضد منفس بس أول مباراة عم بحكي ما كانوا فيها التنين فازوها وكاريس لفيرت مبدي عصر المباراة صحيح يعني مثلا طيب وحش الأسبوع يعني مثلا نرجع حكينا عنه بالحلقة اليوم عن مين القائد ومين السوبرستار كايري أكبر مثال لسوبرستار بس مش قائد صح طيب وحش الأسبوع وحش الأسبوع انت حكينا مين وحش الأسبوع واضحا وحش الأسبوع معدلو هالأسبوع 35 نقطة 6 أسست 6 ريباونز 5 تريات وعم بشوت بنسبة 42% من بره القوس أعطانا أول أداء خرافي خيالي بهذا الموسم 62 نقطة حتى 18 حتى 18 تسديدة من 31 كارير هاي ستيفن كاري مبارح بدع كمان في عنده كان أكمل لعبة ضد بول جورج عم بداف عليه مسكين بول جورج كل ما بمسك حدا بسجل تسديدة إيقونية يعني اليوم ستيف لعب عليه رقص عليه بين سلخ ثلاثية في دوي حتى ويغنز ويغنز كمان رقص شوي وحط ثلاثية بوجه فهارد لك لبول جورج بس ستيفن أربعة 9 من 14 من الثلاثيات اليوم نودل كليبرز واو واو تعرف ليش لأنه حلق الكورنروز شو قصة الكورنروز بصير أخذ بس تانجنت شوي نخش عن موضوع الكورنروز كورنروز كانوا إشي منشوفه على خمسين بالمئة من لعيبة الأنبياء بالتسعينات وبالألفونات مش بالتسعينات بالألفونات بعد آيفرسن بعد آيفرسن آه وبعدين اختفوا ضل لاعب واحد عنده كورنروز من أيامها لليوم اللي هو كواي ضل الوحيد بكل الأنبياء حاطت كورنروز بعدين هذا الموسم رجعوا كتير في لعيبة عم بلعب بيعملوا كورنروز وستاف كانوا واحد فيهم بس ما كانوا حدوين علي بصراحة يعني في لعيبة بالباقي لهم أكتر آه ما من الباقي له ما من الباقي له هو هيك شكله هيك أليف طفل ما من الباقي لهش للكورنروز هل هو ما حلقهم أوجين تفتحناش هو فلتهم فلتهم ما حلق فلتهم قصدي إنه ما ضل رابطهم صح هيك قصدي بس أحلى عليه بدونهم ومن أول ما فلتهم سفح بس أنا اللي بدي أعرفه ليش 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 يتعاملوا الناس ليش استغربوا الناس بهذا الإشي أو مش يستغربوا حتى ليش يتعاملوا بالموضوع زي كأنه STAF STAF عم بنقل الكل كان عم بيقل الاحترامهم لSTAF وبعدينسطف سكت الكل أنا مش فهم مين أنا شكله راح عليّه إشي مين اللي عم بيقل الاحترام وكان للSTAF أنا بقول لك من لأنه أنا بالنسبة لأيلي إيش ما يصير هذا الموسم مع الوريورز حتى لو خلصوا أخير لو معدله ستين نقطة أو معدله عشر نقاط ستف ما في عليه حكي مسيرته ما في زيها ليش ليش مين اللي عم بيقلل احترامه انت حكيلي وين اللي راح علي أنا ويش شو الموضوع اللي راح علي انه بعد ما حطت الستين رجعوا الناس بتحكي آه سكتكو سكتكو سكت مين اللي صار في أسماء كبيرة بالإعلام صارت تحكي كتير خلال أول موسم خاصة بعد أول أسبوع انه ستيف كوري ما بقدر يقود فريق سيء للبليوفس مش متل جيمس هاردن مثلا اوكي وبعدين صار الناس يحكوا انه هلأ حاليا ديم ليلرد أحسن بوينت كارد أحسن من ستيف كوري هلأ وواحد منهم هدا ستيفن اي سميث هيك حكى اللي هو أعلى صوت بالإعلام الأمريكي اللي بيغطي الانبيا بعدين كان عندك تشانينغ فراي حكى أغبة إشي ممكن تحكي حكى انه ستيف لازم يظهر هاد الموسم عشان يثبت مكانته بقاعة المشاهير تخيل لأوين وصل ايه لا يا زلمي في كتير ناس خبصوا حكي كيف 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 تسنم بش فاهم اه تخبيص حكي فاضي حكي فاضي يا زلمي زلمي مش بس فاز MVP فاز MVP back to back وكتير قلال اللي عملوها هاي عنده ثلاث خواتم كان أول MVP يونانمس بالإجماع اه يعني أحسن أحسن شوتر بتاريخ الدوري غير طريقة اللعب بالدوري بالشوتنج بالضبط غير الباسكتبول كيف انت غير اللعبة ايه شو اللي عم تحكيه انت انه هذا لازم قال يثبت مكانته لا مكانته مختومة صار لها سنين مية بالمية من ستيف لو خسروا كل مباراة لعبوها هذا الموسم الوريورز ما بتخرب عليه سمعته خلص بالضبط بس هو هاي وليحنا أنا ملاحظها ما بعرش ليش في كتير لعيبة كمان لعيبة سابقين ما بحترموا ستيف كتير أو هيك ما بعرف يعني في ناس مثلا بفكروا انه ايه لاعب كان اظن بول بيرس حكى انه يمكن مش بول بيرس بس واحد من هدول اللي على التلفزيون دايما حكى انه مثلا ويستبروك احسن بالنسبة له من ستيف كاري عشان ويستبروك بقدر يحمل فريق لما يحمل الوكي سي في 2017 لالبلي اوفس بدون كابين دورانت اول سنة ففيه فيه عدم احترام لستيف وانا بقول هي غيرة من ستيف هم بغاروا من ستيف عشان ستيف بالنسبة له اللعبة سهلة ستيف بستمتع بالمباراة عم بضحك دايما مبين انه مبين انه لا يبالي بس عم بحط فوقراسة 62 نقطة وهو مبين انه عم مبتسموا هيك ففيه غيرة كتير من ستيف فحتى بعد المباراة هاي لما سجل 62 نقطة سألوه بالبرس كونفرنس بعد الهاد سألوه عن التصريحات اللي طلعت بالعلام اول اسبوع من الانبي اي قالهم تعرفوا من The Last Dance الجوردن ميم لما جوردن بقول and I took that personal قالهم yeah I took that personal الموضوع شخصي خدته بشخصية صراحة يعني اللي انا عملته تكلم عن نفسه يعني ففيه ناس قاعد احترامها عن لا 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 استف وحش الأسبوع و ايش ما يصير هذا الزلم مكانته ثبته ثبته و مش بدك تحكي اكتر من هيك صراحة لا شوف عصيرته راح خشتلك باخر كلمة اوكي بشي تاني ما دخلوا باللي سوا بمباريات NBA بصراح يخفف لك عقلك اوكي هلا سامع انت بال Hot Hand Theory اه اللي هو اللاعب لما تسلك ايده وتولع معه بطل يفكح هاي هي ال Hot Hand انه اذا دخلت مرتين ثلاثة اربع عام مرات خلص بطل بزون وبطل يفكح صح؟ اسمع بتحكي بس الاشي الوحيد اللي بعرف عن ال Hot Hand Theory انه ال Nerds والاحصائيين بيقول لك انه هاي ما في اشي بزبط بس اللاعي بيحكو لك اكيد في اشي هذا مية بالمية فهذا موضوعي ماشي ال Hot Hand Theory لما تروح تحكي مع واحد Statistician هاي شغلته رياضيات وإحصائيات وهيك هيك بيقول لك لأ بيقول لك اللي بيصير هو انه دايما في عندك Pattern وحتى لما يكون اشي عشوائي بيكون فيه Pattern انت لما تشوف جوه العشوائية Pattern تخترع انه هذا اسمه Hot Hand فكل خانيحكي العلوم بتقول لك انه ما في اشي اسمه Hot Hand Theory بس اللاعبين دايما بيحكوا لك لا موجود انا بعرف حالي انه انا لما ادخل اللي بيكون اللي بيكون لما ادخل اللي بيكون اللي بيكون يا عيني عليك تسلك ايدي وبيصير كل اشي سهل علي بس تف انهى النقاش تذكر قبل اسبوعين او اسبوع طلع فيديو لستف عم بتدرب وعم بيشوت ثريات من الزاوية من الكورنر وحط مية وخمسة ورا بعض مية واثنين منهم مصورين اول ثلاثة ما كانوا مصورين بحط وراها مية واثنين خمس دقائق اللي بديو يروح يحضر هذا الفيديو يروح يحضر يخف عقلكم زلمة عم بيشوت مية واثنين ثريز ما فكح ولا وحدة حتى لو بعصب لما فكح المية وستة رقم مية وستة عصب كتير انه كيف يعني هلا وين بدي ادخل لك بشغلة الهوت هاند ثيري اذا بدك تاخد الاحصائيات على كيف واحد او نسبة انه واحد يقدر يعمل هيك اشي خفف لك عقلك انه لو تحسبها وهنا ما اخدها من مقال قرأتها لو تاخد بعين الاعتبار انه نسبة انه واحد يحط ثلاثية واحدة تمانين بالمية بتدريب ما عم بحكي لك خمسين بالمية ما عم بحكي لك خمسة واربعين بالمية اللي هو معدله عم بحكي تمانين عم نرفعه كتير لانه هو فاضي لحاله عم بتدرب فيش حدا حوله تمانين نسبة كتير عالية صح صح لو تاخد انت بعين الاعتبار انه نسبة انك تعمل او تسدد تسجل ثلاثية واحدة تمانين بالمية لو تاخد خمسمية ثري ورا بعض الفرص بانك تسجل مية وخمسة منهم ورا بعض يعني من بين هالخمسمية تحط مية وخمسة اقل من واحد بميتين مليون امسك ميت لاعب لخمسين سنة كل واحد فيهم عم بشوت خمسمية ثلاثية باليوم وهم لعيبة بحطوها بحطوا الوحدة بنسبة تمانين بالمية النسبة انه واحد فيهم يحط مية وخمسة ورا بعض صفر فاصلة صفر صفر اربعة تسعة فما يجي حدا يقول لي انه الهوت ثانثيري مش اشي بصير سف ولعت ايده يوميتها ولعت ولعت هبرجت واي احصائي بيقولك انه غلط هذا الحكي بفهمش السلة بفهمش هذا الشعور مش معقول يا زلبي انا كتير مبسوط انه ستف رجع على الانبيا صراحة متعة غير طبيعية هاد اللاعب لاعب فريد من نوعه ما حنشوف مثله ابدا كتير مبسوط انه صحته تمام وعم بلعب وعم بفتح شوارع رهيب ستف ان شاء الله على البدكم حلقة اليوم لا تنسوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي at m2m underscore pod ولا تنسوا تعطونا اسم للفقرة اللي طلبنا تسموني اياها يلا سلام شباب يلا سلام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر